رأى قانونيون أن الزعامات السياسية في العراق قلهم قدسية وكذلك خلقوا للمناصب السياسية عصمة لعدم انتقادهم والاقتراب منهم اعلاميا وبينوا أن القوى السياسية حاولت ترسيخ العصمة والقدسية لكل من يتصدى للشأن السياسي في العراق إن كان السياسي والزعيم ناجحا وإن كان فاشلا أو فاسدا أو عميلا أو مرتبط بأجندات إقليمية أو دولية خلافا لما قدموه من وعود بعد عام 2003 من حرية الرأي والتعبير وأضافوا أغلب الحكومات المتعاقبة خصصت مبالغ كبيرة من أجل شراء الأصوات والمحللين وصفحات التواصل من أجل تلميع السلطة وأدائها الفاشل منذ عام 2003 وكذلك لتلميع الأحزاب وزعماء القوى السياسية كرد النوعي ضد بعض الأصوات المنتقدة للحكومات المتعاقبة وأدائها